اشتركوا في القناة كغذاء متوازن حيث يتم يسلك بكمية كبيرة في مختلف أنحاء العالم حيث يعدوا أحد المكونات في تحضير الحلويات والأطعم المختلفة فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم ومن هذه العناصر المعدن والبروتينات والمركبات التي تدعم بناء وتكوين الجسم لذلك تحرص المهات على تقديم البيض الأطفال هنا يوميا كونه يدعم صحة الجسم ويقوي الزاكرة ثانيا الحليب الحليب هو سيل عبيض اللون تنتجه أن يصبع الحيوانات الثدية ويتم يستهلكه إما طازجا أو مبسرا أو مجففا ويعد المنتج الأكثر رواجا بين المستهلكين نظرا لتعدد استخداماته فهو المصدر والمكون الأساسية لمختلف الأجبان مهما تعددت أصنافها وتصنع منه الألبان والقشطة ويدخل في عملية صنع الكيك ومن أهم المواد الغذائية التي احتجها الإنسان ليحتوائها على الكاليسيوم والحديد والدهون والكربوهيدروت ثالثا فهو يتشر بمزيج البيض مع الحليب أولا يقوي العظام والأسنين فهو يمد الجسم بالبروتين والكاليسيوم الذين يعتبرون عنصرين لاغين عنهما لبناء عظام وأسنين قوية ثانيا يغذي الجسم فهو يحتوي على مركبات غذائية ضرورية لصحة الجسم وسلامته ثالثا يقلل من خطر الأمراض السرطانية مثل سرطان القولون فهو يحتوي على الكاليسيوم الذي يشكل رابطا بين حمضة دسم والصف روي داخل القولون مما يمنع تعرض بطنة القولون لأي تأثير سلبية رابعا يوالج مشاكل الضعف الجنسية فهو يحتوي على تركيبة من الفيتامينات الضرورية للجسم خامسا يزود الجسم بما يحتاجه لبناء العضلات فهو يحتوي على الفيتامينات التي تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على بنية الجسم سادسا يسرع الانتفاع من الأحماض الأمنية دون الحاجة لمررها بالكبد سابعا يسرع تخزين الكولاجين داخل الكبد مما يساعد على الاستفادة منه سامنا يساعد على نمو الجنين فهو يمده بالعناصر الغذائية اللازمة ويحفز خلية الدماغ على النمو بشكل طبيعي تاسعا يعمل على انقوص الوزن فهو غنيل بحمض اللونيك وهو حمض دهني يساعد على الحرقية الدهون المحيطة بالعضلات كما أنه يعمل على دخل أحمض الضرورية للأليف العضلية وهذه الأحمض تساعد على التخلص من الدهون المحيطة بالعضلات عاشرا يمنح الذاكرة القوة ويحسن سرعة البديهة خصوصا عند الأطفال احدى عشر يمنح الجسم الطوقة فهو يزوده بالسعورات الحرارية الكافية لإكمال اليوم بنشاط رابعا فهو يتنول البيضة اولا يحفز عملية التمثيل الغذائية فهو يحتوي على معدن السلينيوم الضروري لهذه العملية ثانيا يوعزز فرزوة الغدة الدرقية ويحفز على سلامتها ثالثا يحفز رد القذرية فهو يحتوي على البنت ثانيك التي تزيد من نشاطها خامسا فهو يتنول الحليب اولا يحفز على نظرة البشرة وإشرقتها فهو يعالج جميع مشاكلها ثانيا يقلل من الشعور بالإعياء ثالثا يوعالج حمودة المعدة متابعين الكروم اذا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو واتفعل رمز الجرس ليصلكم كل معنى جديدة ومفيدة ان شاء الله اشتركوا في القناة